الحادات الخارجية أكتر حاجة هو الخوف من إعلان إيمانه الخوف وهاي على فكرة الخوف هو روح الشرير مش بس المسلم المسيحي وكله والله شو اللي جابنا بميداه أنا دلوقتي حتكلم مصري يعني المسيحية والخوف صحيح يعني قال لي ياها واحد إمام أجل المسيح قال لي ليه بتخافه أنتوا عندكوا النور مش لازم تخافه واحد تاني كان من حماس على فكرة آمن في المسيح قال لي عندكوا الحق أنتوا ليش تتخافه ده الناس عم بتموت في قضايا الدينية السياسية لا إلها أول ولا آخر الخوف عقدي شطان بيركب الإنسان يعني بعدش لا يتكلم ولا يكرز ولا يشارك كله بسبب الخوف ده صحيح المسلم خايف والمسيحي خايف وكله خايف بيقول إيه في أشعية أربعين هكذا أنا تذكرت لما حتك بدقول كده على جبل عال إصعدي يا مبشرة سهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أوروشاليم ارفعي لا تخافي قولي لمدن يهودا هو ذا إلهكي إلى آخر فمهم جدا أنه أنه المحبة المسيحة اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلين بيطرد الخوف خارجا عشان كده الخوف ده بيمر في مراحل كتير المرحلة أو المراحل اللي بينتقل بيها العابر هو مرحلة بيقتلع بيها من مجتمع ويغرس في مجتمع آخر بالضبط تلاميذ الرب يسوع كانوا كانوا في المجتمع اليهودي وغرسوا في تبعية المسيح كذلك الأمم عشان كده بيقول في قلع وغرس أو في انفصال وفي اتصال الخوف بيجيب أنه بيخاف أنه يطبق عليه حكم الردة في الإسلام طبعا حكم الردة ده ده علم كبير جدا وبعض الدول العربية تطبقه حرفيا كشريعة وبعض الدول الأخرى دول الإسلام الوسطي لا تطبقه حرفيا لكن المشكلة مش مش في القوانين ولا في الحكومات ولا في الأنظمة المشكلة في الشعب في الشعب نفسه هم الذين يطبقون حكم الموت أنا أعرف ناس الأب هو الذي قتل الإبنة علشان أعلنت إيمانها الأب والابن أضروا الأخ اللي هو أو ابن لأنه أعلن إيمانه قضية الشرف والعار والكبرياء قضية شرف وعار وخيانة الإسلام